السلام عليكم أصدقائي ومتابعي قناة الكرة الزهدية رجعنا لكم فيديو جديد وأخبار جديدة في فيديو اليوم بدنا نحكي وبدنا نكمل سلسل فضايح الكرة السورية أو سلسل فضايح المسؤولين السوريين عملنا الفيديو السابق وحكينا عن تصريحاتنا بلسباعي ببرنامج 90 دقيقة كيف كان عم يرد وهي العقيل اليوم كان عم يرد ياسر لبابيدي بصراحة رد ياسر لبابيدي رد مهم وكان عم يحكي عن نقاط جدا مهمة كتير كانوا مخبينا وكتير كانوا عم يتجاهل وليش ما بعرف بالإضافة بنهاية الفيديو رح نحكي فقرة عوجة فقرة عوجة في مباراة بكرة السلة فقط في سوريا مباراة كرة السلة تتحاول إلى حلبة ملاكمة أو ضرب البوكس شغال للأسف هاي رياضتنا السورية قبل ما نفوت بالتفاصيل بالمجمل اللي عم يصير للأسف يعني كأنك أنت عم تحضر صبحية نسوان صبحية نسوان نسوان عم يشربوا قهوة وعمل لها تلته ما عم يشتغلوا عملة تلته يعني للأسف مسؤولين الرياضيين بدأوا من اللجنة المؤقتة لواء العقيل لا ياسر لبابيدة مدير المنتخب لا نبيدة سباع رئيس اللجنة المؤقتة حاليا أنتوا لازم تهتموا أنه بدنا مدرب المنتخب ليش هيك صار فيه لازم تعالجوا المشاكل لأ أنتوا ما نكون فاضين أنتوا عم تصرحوا كل شخص عم يزدت كل شخص عم يزدت الاتهامات على الشخص الآخر أنه أنا ما عملت شيء انت الحق عليك لأسف هاي صبحية نسوان باب الحارة فوزي وما بعرف مين ومعصام واشي اللي هاي قاعدين وعم يشربوا قهو لأسف هاي هي رياضتنا السورية بالتفاصيل بتمنى دعموا للفيديو بلايك كومنت تفعيل زر جراس وإلا عم يحضرنا ما اشترك مانا يشترك بالقناة خلينا شوف تصريحات ياسر لبابيدة ياسر لبابيدة بصراحة تصريحات ياسر لبابيدة مهمة وخاصة كان عم يذكر مسؤول عن نسيان البسبورات وما حكينا مين هو يلي نسيان البسبورات وما عم يتعاقب وما عم أول مرة خلينا شوفوا التصريحات ياسر لبابيدة حوار مع الاعلامة مازل هندي كان عم يقول انه رئيس اللجنة المؤقتة السباعي اتصل بي وقال حبيتك تكون معنا بالمنتخب وانا قبلت بدون عقد وفترة قصيرة وبوضع سيء جدا للمنتخب ياسر لبابيدة عم ينكر كلام نبي اسباعي اللي قال انه فرضوه علي ياسر لبابيدة عم يقول لك هو اتصل فيني هو اتصل فيني وقال لي حابك تكون معنا بالمنتخب يعني بصراحة نحن تصريحات المسؤولين الرياضيين بسوريا حيارة العلماء كل واحد بيحكي شكل مين الصادق ما بتعرف طيب اتفاجأ بأنه يقول باني فرطت علي هذا الحكي مو صحيح ابدا هلا صارنا نعرف نحن ما بدنا نزبط امور منتخبنا نعرف مين الصادق مين الكذاب بصراحة هاي الامور كلها ما بتهمنا صارت نحن بدنا منتخب قادر قارع المنتخبات العربية بدنا منتخب قادر يتفوق على لبنان يا جماعة بدنا منتخب قادر يتفوق على الامارات قادر يتفوق على العراق نحن اذا بنضل وراها الاشخاص قل لي لقولك وقل لي لقولك وقل لي وقلت لي بصراحة رح نلاقي حالنا بعد سنوات او ما بعد سنوات ان كانت صفيات الجاي نلاقي حالنا نحن مثل جزر المالديف ومثل غوام صدقوني طيب كان عم يكمل صاحف المازل الهندي عم يسأله من يتحمل مسؤولية نسيان الجوازات هذا الشيء مهم ليش كانوا مخبين هذا الشيء نحن من يعرفين المسؤول عن نسيان البسبورات أو الجوازات لبابيدي كان عم يجاوب خالد السهو كان مستلم كل شيء خالد السهو كان مستلم كل شيء والجوازات كانت بحوزته وأصلاً كانجو لم يستلم أي شيء بهذا الخصوص أنا لا أدافع عن أحد لكن النسو أنا لا أتحمله يعني يقول أنا ما بتحمل نسيان البسبورات يلي بتحمله هو خالد السهو إذن هلأ عرفنا أنه خالد السهو بتحمل مسؤولية بتمنى من اللجنة المؤقتة بحاضر الرياضة العام يعاقب خالد السهو بحرمانه أو إبعاده أو إبعاده عن منتخبنا الوطني لأنه هاي الحادثة إذا نتكرر عطول فهذا الشيء معيب بحق الكرة السورية الحديث كان حديث مقصر كان عم يقول مازل الهندي كان هناك تدخل في عمل تيتا من 2008 وأنا بعرف تيتا بعمري ما تدخل فيه أو بعمله ولم أتدخل بلعبة الإمارات أبدا ولا يحق لنا هذا نحن عملنا كإداريين لكن كنت أستغرب من نبيل السباعي كيف كان يجتمع معه ويتدخل في عمله الله 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 لازم نغنيكم الله 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 مكبر غلاق إيشو هاد إيشو هاد إفضحتونا إفضحتونا نبيل السباعي بقول لك ياسر اللبابيدي والعقيل هني اللي عم يدخل بعمل تيتا ياسر اللبابيدي بقول لك نبيل السباعي هو اللي عم يدخل وعم يجتمع وعم يدخل بعمل تيتا طب مين اللي عم يدخل بعمل تيتا والله أخي شيخ خايف أنا اتنين يجتمع ويقولوا موسر عم يدخل بعمل تيتا والله لك عوجة والله وكيلكم عوجة يا جماعة مهون مشكلتنا يا جماعة نحن لازم نخطط لمنتخب قادر على مقاراة للمنتخبات العربية ما عملكم قادر اللي يتهى لكأس العالم للأسف نحن موصلين لمحل بالرياضة السورية كل ما لها الرياضة السورية على تراجع كل ما لها الرياضة السورية من السيئ لأسوأ لا حبل ولا قوة إلا بالله عدنان انحراف الرياضة في سوريا وانحراف الرياضة السورية والدورة السورية وليس الاحتراف شبكة غلوبال الإعلامية عن طريق محل الأداء مصطفى كانوا يعملوا إحصائية عن دقائق الملعوبة والوقت المهدور في مبارتين الكرامة والاتحاد واتشرين والجيش هلأ رح أعرض لكم أرقام يعني نعرف قديش دور السورية سيئ بس رح تتفاجأوا فيها صدقا رح تتفاجأوا فيها سمعوا بالنسبة لمباراة كرامة الاتحاد عدد دقائق المباراة كانت 95 دقيقة مع الوقت الأضافة طيب اللعبة الفعلي قديش لعبه الفريقين فعلا بكرة القدم أو بالمباراة 39 دقيقة فقط يعني 3-4 شوط يعني ممكن بالأيام القادمة رح ينزل نظام جديد بكرة القدم عمدرسو يصير مثل كرة السلة لمجرد وقف اللعب عدد بوقف المباراة فهذا الشي بدعينا يمكن بكرة القدم خاصة بالدور السورية إنه نلعب خمس ساعات مباراة صراحة رح نلعب خمس ساعات بالمباراة وقت الضائع كان الوقت الضائع 56 دقيقة يا إلهي أنت عم تحكي عن مباراة كرة قدم فيها وقت ضائع 56 دقيقة يعني تخيلوا هي نظام كرة القدم إذا بصير مثل نظام كرة السلة لازم نحضر نحن مباراة بالدورة السورية خمس ساعات لتخلص والله يعوجها والله يعوجها استحوز النصر الأزرق الكرامي بالتوقيت 26 دقيقة استحوز نادل الاتحاد 13 دقيقة 95% من استحواز نادل الاتحاد لم يستغرق أكتر من خمس سواني يعني نادل الاتحاد أكتر من خمس سواني ما كان عم يقدر يستحوز على الكرة يا إلهي نحن عم نحكي عن أرقام رهيبة أرقام ممكن تدمر شيء سموك القناة عفكرة بتشكر شبكته جلوبال ومحل الأداء مصطفى أنت عم تجيب مشكلة الأساسية بالدورة السورية عشرين والجيش عدد دقائق المباراة الـ 97 اللعبة الفعالة فقط 49 دقيقة شوت تقريبا فقط شوت تالي كان عم يقدوب عم يقدوب الأرض تماث روكن الوقت المهدور 48 دقيقة يعني الوقت المهدور تقريبا بعدد وقت اللعب استحوز تشترين 27 دقيقة استحوز جيش 22 دقيقة 20% من استحواز التشترين تجاوز 15 الثاني النهاية يكتبوا ما رأيك بهذه العرقام هاي ما أرقام كرة القدم هاي أرقام أحياء شعبية يعني بصراحة إذا بروح أنا ولاد الجيران منحق أرقام أحسن نيك يا جماعة انت شو عم تحكوا عن المباراة اللعبة 96 دقيقة من اللعب فيها فقط 39 دقيقة لعب فعلي لعب فعلي نحن بعيدين كل البعد عن الرياضة وعن كرة القدم للأسف هذا الفيديو اليوم مثل ما حكيت لكم فقرة عوجة مباراة لكرة السلي تتحول إلى حلبة مصارعة ما شاء الله نحن آخر فيديوهات كل فضايح على الكرة السورية ما عم نلاقي شي حلو نذكره بصراحة يعني مباراة في كرة السلي كانت عم تجمع الطليعة والواسبي رح أعرض لكم الفيديو ولاعب كرة السلي محمود عم استلم الكرة المزيب له محمود 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 بحط سلي محمود دارويش شو اشتغل ضرب البوكس يعني برأيكم من هذه الرياضة برأيكم هذه الرياضة خلينا نشوف الفيديو سوا محمود محمود برافو يا محمود أندو ألا محمود خان ثماني برافو عليك يا محمود فريق الطليعة بيعتداء بالضرب على طريقنا اعتداء بالضرب على طريقنا من صالح فريق الطليعة شيء معيب جدا يحصل بصالة ناصر علواني ادلو على عينه الصاغ على عينه الصاغ ادلو يعني ما شاء الله فعلا شيء معيب يعني رياضتنا السورية ما بكفي انحراف ما بكفي فساد ما بكفي كذب ما بكفي منشورات ما بكفي نحن عم نتهم بعضنا بالفساد وبالنحن حياز وبالواسطات كمان كرة السلي عم تتحول لحلبة مصارعة الله أعلم بسوريا حلبة المصارعة شو عم يعملوا اذا كرة السلي شغال ضرب البوكس والأحلم نيك الجمهور عم ينزل الفك بيناتهم الجمهور ما عم ينزل الفك يعني الجمهور عم ينزل يضرب يعني ما بعرفي على أرض مين مباراة أحد الطرفين إذا كان جمهوره كبير أكلها أكلوا اللاعب يعني محمود محمود بيستلم الكرة محمود محمود بحط السلي نزل من السلي دار ويشو إجاب بوكس على عينه محمود اديله بعينه يعني هاي هي رياضتنا السورية هاي هي الفساد لأسف يعني بنهاية فيديو اليوم بدي أعمل مقارنة بسيطة وغير عادلة يعني هاي المقارنة بسيطة بس ما نعادل بصراحة المنتخب المصري والمنتخب السوري أب جبل أب جبل كان عم يقدم بطولة خيالية عم يقدم بطولة خيالية وللأسف عم يخسروا بالمباراة النهائية براكلاد الترجيح أمام السنغال هارد لاك للشعب المصري شرفتونا ورفعتوا راس العرب أب جبل باللقاء بعد المباراة كان عم يبكوا وعم يقول كلمتين وعم يقول باعتذر من الشعب المصري أنه نحن ما حققنا البطولي قدر الله ما شاء فعل نحن طلعنا بالمركز التالي نبعدكم بالأيام القادمة أنه نحقق بطولات ونحقق نتائج شوفوا الفرق بينه بينه وبين إبراهيم أو بينه وبين هذا الدابي بينه وبين هذا الدابي يا رجل أنت مقدم بطولي خيالي لو أنت عنا بسوريا لازم نعمل لك تمثال أو الشعب المصري لازم يعمل لك تمثال أنت عامل شي خرافة يعني العالمي أو هذا الدابي لو عامل مثل أب جباه شو كان عمل كان ضربنا بوكس كان بس تجي تقول له مرحبا يا دابي كان صفأ الكف على عينك لأنه ما عمل شي طالع فضيحة من التصفيات الأسيوية وصف جماهير منتخبنا الوطني أو وصف جماهيرنا بعبارات بصراحة بغجة العيدة وكررة طلع آخر شي هو مختر يعني هاي المقارنة البسيطة بينما عمروا ميدانة عم يضرب الجماهير عم يضرب الجماهير محمد صلاح أفضل لاعب بالعالم عم يبكي لأنه خسر مباراة نهاية والجمهور المصري كلهم عم يقولون عم يبرل منطحب مصري عم يقولون كنتوا رجال ونحن عازرينكم وعم يتشكرون على البطول الخيالية اللي عملوها ما تكونوا أنتوا طلعتوا من التصفيات بخروج المشرف شو كنتوا عملتوا ما كنا قدرنا نحكي عليكم أو ما كنا تطلعنا بعيونكم ملنا نكون هيك يعني لأسف في فرق بين عقلية اللاعب العربي أو المحترف عقلية اللاعبين منتخبنا الوطن لأسف نهاية فيديو اليوم كتب لي بكومنت شو رأيك باللي عم يصير شو رأيك بالفساد اللي عم يصير شو رأيك بالنحراف الرياضة السورية بشكل عام شو رأيك بالصبحية النسوان اللي عم تصير بين المسؤولين والرياضيين وتاركين هم المنتخب ونحن ما عنا مدرب وعنا مبارتين قادمات وعلى أغلب رح نخسر أمام لبنان وعلى أغلب رح نتبهدل أمام المنتخب العراقي وها هي رياضتنا السورية وهن ما هموا المهم كل واحد يطلع هو مثل الشعراء من العجين أنا ما دخلني الحق على مين؟ الحق على الجمهور للأساس الحق على الجمهور أنتوا ليش عم تشجعوا؟ لو ما شجعتونا كنا ربحنا هيك آخر شي رح يقول لكم نتفيديو اليوم لايك كومنت فعيز الجرس واللي عم يحضرنا وماشترك مانا يشترك بالقناة أتمنى دايما نضلوا على خير عدنان من وراء الكاميرا عدنان الجندي المجهولي اللي عم صورنا اليوم وبدي يطلع على التلفزيون أو بدي يطلع على اليوتيوب تعا يا عدنان تعا تعا عدنان هو اللي عم صور فيديو اليوم تعا عدنان عودهم قلهم السلام عليكم السلام عليكم